فرحة العيد نهاردة عايزين نتكلم عن فرحة العيد وخلونا نبدأ كده بسؤال هو احنا ليه بنفرح في العيد ايه اللي ممكن يحصل في العيد يفرح ان السينة مثلا مشاكلنا احزاننا امومنا وبعدين هل المشاكل دي بتخلص هل مثلا لو مريض هتخف هل لو عندك ديون ديون تتشال هل لو عندنا مشاكل مثلا في فاهميني طبعا هتروح وترجع زالحوصان قبل وده امش عزقف عند العيد بنفر تعالوا نروح لمنطقة كده اهو الناس بتعمل ايه في العيد فيه اللي بيقضيه اكل ونوم اهو الناس دي بتموت بالجلطة والتصلب الشرائي وفيه اللي بيزور عهلهم الناس دي بتتخنم مع قرائبهم وبرجعوا يقعطوهم طول السنة وفيه جمال اللي بيروحوا الملاهي الناس دي بقى انا مش فهمه خالص يعني موضوع الملاهي ده انا مش فهمه يعني ليه تروح تدفع فلوس عشان يعودوا يهزوك ويمخمطو فيك ويطلعوك وينزلوك يعودوا يرجو فيك بلافة يعني ليه تدفع فلوس في حاجة الدنيا بتعملها فيك كده كده طيب حضرتك يا دكتور رأيك ايه الناس يروحوا فين في العين لا فيه اماكن كتيرة يعني عندك مثلا المقابر مكان هادي جدا مثلا انت ملهاش نفس عندك الشارع الظلمة يعني فكرة المغامرة بتاعت انا هطلع من الشارع ولا وهطلع سليم وعايش ولا مش عايش ايه عندك مرة ايه سلطان لا انا في فانتك ايه بس خلاص قربت خلص اجي ليه فيه ايه ايه طيب انت فيه طيب خلاص جاي حالة حالة ماليش يا جماعة انا مضطر السازن دلوقتي بس ممكن نتجمع بكرة ان شاء الله في نفس المعادة هنكمل موضوع فرحة العيد ونخش في فكرة بقى ايه استعزاب القلم او فكرة لزة القلم عند جرح المشاعر السلام عليكم